تعاني السيدة هوت برهانة من مجاعة قاسية أدت إلى نقص وزن طفلتها الصغيرة هذه الأم التي كانت تعمل وتعيل عائلتها من خلال الزراعة جفت أراضيها وجعلت أطفالها يخضون مأساة المجاعة لدي عائلة مكونة من ثمانية أفراد ونعاني من نقص في الطعام وأنا غير قادرة لإرضاعها لأني أنا أيضا أعاني من مجاعة ولا يوجد من يقدم المساعدات وهذا جعل وزنها يتدنى أي أقل من 12 كيلو جراما وكما أفدت أيضا أن الأطفال والأمهات الأكثر ضررا من جفاف الأراضي الزراعية التي أدت للمجاعة القاسية يجب أن يتم إطعام الأطفال في اليوم مرتين أو ثلاث مرات على الأقل ولكن المجاعة التي نعيشها بسبب الجفاف حرم الطفلة والعديد من الأطفال من هذا الحق نحن نعاني جدا وكما أفدنا أمهات أخريات أن العديد من الأطفال أصبحوا يفقدون حياتهم جراء المجاعة ومن بقي على قيد الحياة أصبح يعاني من أزمات صحية تؤثر على الحالة النفسية والعقلية أيضا تم تشخيصها بأنها تعاني من المجاعة وهذا أدى إلى نقص وزنها والمساعدات غير متوفرة لم يتم تقديم المساعدات لها وهذا أثر على حالتها الصحية وجعلها غير قادرة على التحرك والوقوف وكما أفادت إحدى الممرضات أن بسبب المجاعة العديد من الأمهات أصبحنا يلدنا في غير سابق وقتهن وإن هذا الوضع أصبح مخيفا للغاية منذ شهر سبتمبر الماضي يوجد أطفال توفي أثناء ولادتهم وذلك لأنه ولدوا في غير وقتهم وأيضا بسبب وزنهم وهذه الطفلة عندما أتت إلينا كان وزنها 11 كيلوغراما ولا ينبغي أن يكون وزنها هكذا نتيجة لعمرها ولكن أصبح وزنها على هذا لأنها تعاني من نقص في الطعام ويوجد العديد من الأطفال ممن يعانون كذلك وكما أعرض أيضا مدير المركز الصحي لبلدة بزة الطبيب قبر يهنس بأنه يتم يوميا تسجيل حالات الأطفال الذين يعانون من نقص في الطعام مفيدا أيضا أن الجهات الأكثر ضررا بسبب المجاعة هم الأطفال فإن 68% من الأطفال الذين يعانون من نقص في الطعام وهذا يوضح أن 1670 من الأطفال يعانون من المجاعة في بلدة بزة وأيضا 1318 من الأمهات يعانين من الأزمات الصحية جراء المجاعة القاسية التي يخوضها الشعب وكما أفدنا الأمهات أيضا بأنه على الفور يجب أن يتم تقديم المساعدة الإنسانية وذلك من أجل إبقاء الأرواح أطفالها على قيد الحياة